أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تتمت حماية الضعفاء في المجتمع المسلم يقول الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَةِ إلى آخر الآيات قد يعترض بعض الناس بمن لا يفقه شيئا في علم المجتمع أو يعرف القليل ولا يدرك حقائق ترابط المجتمع كيف نقول عن المرأة أنها ضعيفة والمرأة قوية كالرجل المرأة في الحقوق والواجبات كالرجل قال تعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً أما ما يظنه البعض من أن المرأة في المجتمع الغربي خرجت تعمل في المعمل وفي الشارع وفي كنس الشوارع وفي المراحيض العامة وأنها أصبحت مثل الرجل لا لم تصبح مثل الرجل أصبحت مثل الرجل في الخدمة السيئة ولكن ليس لها كرامة في المجتمع لا يكرمها الرجل إلا عندما يتملق إليها ليصل إلى غرضه منها ثم يتركها فمن الذي يحمل ومن الذي يرضع ومن الذي يتعب ومن الذي ينفق جزءا من ترك عقلانيته وانفعاله مع العاطفة من أجل تربية الأطفال المرأة الرجل يصل إلى غرضه وينطلق وأساسا اليهود ما أطلقوا العنانة للنساء باسم المساواة ولكنها ليست مساواة إلا لتنزل المرأة إلى العمل والشارع فيصلون إلى ما يريدون منها من منظرها أو من شيء آخر الجميع يعلم حاجة الرجل إلى المرأة ولذلك المجتمع الإسلامي يعتبر الإسلام فيه أن المرأة واليتيم والصغار من الضعفاء ليست ضعفاء يعني ما بيفهم شيء لا ولكن من الضعفاء الذين ينبغي أن يوضع لهم تشريع يحفظ كيانهم ولا يتسلط عليهم فمثلا في الجاهلية الأولى كانت المرأة تورس مع المتاع مات رجل أقرب الناس له بيرزوشته وبيأخذها لا بده مهر ولا شيء هذه ورسة مكسب وإلا يكن له فيها حاجة يمنعها من الزواج حتى يأتي واحد يدفع له كثير ويزوجها في القرن العشرين المرأة تنزل لتعمل وتكد وتتعب ويأخذ الرجل ما تجمع هل هذا تكريم للمرأة؟ المرأة في العالم الغربي أيها الإخوة لا يجوز لها أن تتملك بل المرأة في العالم الغربي تفقد شخصيتها تماما إذا تزوجت يقال فلانة الفلاني ليكن يتزوجها يعني ما عند لها وجود عندنا في المجتمع الإسلامي فلانة الفلانية بن فلان نسبة إلى أسرتها فكيانها موجود وكيانها محفوظ وتصرفاتها الاجتماعية والمالية والعقدية كاملة مثل الرجل فالإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة مثل الرجل ولكن حتى لا يطغى الرجل على المرأة فيضرب ويغتصب وهو وضع حدودا لذلك من أجل حمايتها من الناحية المالية ومن الناحية المعنوية أليس في التاريخ قديما محديسا الضغط على المرأة في حاجتها المادية من أجل الوصول إلى عرضها وكرامتها؟ أليس هذا يعني أنها ضعيفة؟ فالإسلام وضع حدودا لحماية الضعفاء ولا فخر فلا يوجد تشريع في العالم كله يعطي المرأة هذه الحقوق التي أعطاها إياها الإسلام لا نريد أن نطيل عليكم في هذا الموضوع ونعود إلى تفسير الآية ربنا يأمر المؤمنين عندما يتزوجون يقول وآت النساء صدقاتهن نحلة الصدقات جمع مفرده صداق والصداق المهر يعني أعط المرأة مهرها نحلة نحلة عطية وهدية وواجب وفريضة تعطي كل هذه المعاني ولكن لا تعطي معنى فريضة فقط إنما تعطي معنى الفريضة التي تخرج عن طيب نفس وعن محبة وعن إيثار ثم إن المهر الذي يعطى للمرأة ليس معنى ذلك أن الرجل يمتلكها يشتريها بهذا المال مثل ما العام في بعض المجتمعات أخذت حقه حقه يعني بقصد سمنها لا أخذت حقه الذي أوجبه لها الله تبارك وتعالى وليس هذا ثمن المرأة إنما هو عطاء رمزي يشعر بتكريم الرجل للمرأة ويشعر أيضا بأنه فاهم ما أوجبه الله عليه من الإنفاق عليها ورعايتها وصيانة حاجتها لأنها ستكون شريكة معه في الحياة تحمل أولاده وتربيهم ولذلك قال أحد الأشخاص أنت ماذا تعمل قال كذا وكذا في الصناعة قال زوجتي قال زوجتي لا تعمل قال له من يربي الأولاد قال زوجتي ولكن زوجتي لا تعمل من ينظف البيت زوجتي ولكن زوجتي لا تعمل من تطبخ الطعام زوجتي ولكن زوجتي لا تعمل قلع الزوجتي بتعمل أكثر منه فدعاية العمل وخسارة نصف المجتمع من النساء عن العمل هذه كذوبة لقصد منها إنزال المرأة واستغلالها استغلال جمالها واستغلال شكلها واستغلال كذا في البيع والتجارة ليستغلون الفساق من وراء ذلك فهو استغلال للمرأة وإشحاف للمرأة وهضم لحقوقها وليس مساواتا مع الرجل ثم يقول سبحانه وتعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا يعني بعد أن تأخذ مهرها أو يسمى مهرها إذا طابت نفسها بإعطائها لزوجها كل المهر أو جزءا منه طابت نفسها يعني من قلبها لا أن يضحك عليها ويقول لها كذا وبحبك وأدريه كذا وحتى يستدرجها ثم يقول لها والله أنا ما بأخذ شيء من المال بس الحالي وقف فيه وأنا محتاج دمال وأنا محتاج بدي أسوي عند الرسبال كذا بعدما يأخذ المال منها وبعدها وبيأخذوا أيضا بعدهم يقول لها أنت مالك منيحة أنت كذا طلقا هذا ليس تصرف مسلمين نحن نتكلم عن الأحكام الشرعية للأشخاص الذين يعبدون الله ولا يعبدون أهواء الشهوات أو يعبدون المال أو يعبدون شرق أو غرب الله تبارك وتعالى يأمر الرجال لأن يعطوا النساء حقوقهن من المهر وهذا واجب بأمر من الله وهو رمز على أنهم يتكفلون الإنفاق على المرأة في كل حاجياتها المشروعة ضمن حدود الاعتدال أما إذا أعطته المرأة عن طين نفسها شيئا كهدية يجوز له أن يقبل فكلوه هنيئا مريئا مريئا يعني يسري بسهولة ثم تنتقل الآيات إلى صنف آخر من الضعفاء في المجتمع وهم ضعفاء العقول ليسوا مجانين ولكن لا يحسنون التصرف المالي فيقول الله تبارك وتعالى ولا تؤتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا من هو السفي السفه أيها الإخوة في اللغة الخفة والاضطراب تقول العرب تسفهت الريح الشجر إذا أمالته وحركته إذن هو اضطراب عقلي ونفسي يجعله غير متوازن في صرف أمواله فإذا كان يبددها في الحرام فيسمى هذا تبذيرا قال تعالى ولا تبذر تبذيرا وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وإذا كان ينفق من ماله أكثر من دخله ولا يوازن إنفاقا غير صحيح في الحلال فيسمى هذا مسرفا قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا فالسفي المراد به الذي ليس له عقل متمكن يضبط أوضاعه المالية في المجتمع قد يقول قائل حر هو ما نفي لا هو حر ولكن نحن يجب أن نحافظ على ماله لأن المحافظة على ماله محافظة على أموال الجماعة كلها وهذه النظرية أول من جاء بها كتاب الله القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم نظرية عملية يعني محسن نظرية فلسفية ما كان يعرف الناس أبدا قبل ذلك علاقة أموال الأفراد بالاقتصاد العام لأن أحد الأشخاص في مرة من المرات منذ ثلاثين سنة قال يا أخي إيش هو هذا كيف هك واحد من الفساق يجلس في مرقص أو كذا ويقول كل واحد يشرب على حسابه كذا من الأنفق قال نصف مليون أنفقها على الفجار فيه قلت هذا له حكم في الإسلام ولكن في غير الإسلام في النظام الرأسمالي أو في النظام الاشتراكي ليس له حكم إذا كان في النظام الاشتراكي هذا من الزعماء بيعتبروه هذا إن شاء الله يعني رخ حكومته على الشعب شوي وإذا كان في النظام الرأسمالي بيعتبروه حرية عندنا في الإسلام لا حرية مقيدة ضمن مصطحة المجتمع يأكل باعتدال مثل ما بيأكل غيره وسع الله عليه وسع عليه قد ترى عليه وقد ترى عليه تشغل أمواله لا تصرف وتنفق هكذا فهذا السفيه الذي لا يحسن التصرف المالي الإسلام يحجر عليه يعني يمنعه من أن يتصرف بأمواله إلى أن يثبت رجده ويضع عليه قيما من أقرب الناس إليه وإذا ما وجد من أقرب الناس إليه من هو مؤتمن يمكن أن يصلح حاله القاضي يختار له شخصاً يشرف على أمواله فهذا العمل يسمى الحجر على السفيه أن يمنع من التصرف المالي طيب إذا منعناه من التصرف المالي يحتاج إلى طعام وشراب ويحتاج إلى تشغيل أمواله هذا الولي يشغل أمواله هذا السفيه وينفق عليه من أمواله ولكن لا تترك الأموال بين يديه يتلفها كما يشاء وهذا معنى قوله تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم أضاف الأموال لكم أيها الأفراد في المجتمع لأن هذه الأموال أموال الجماعة اقتصاد الجماعة ولا تؤت السفهاء أموالكم التي شوفوا أهمية المال التي جعل الله لكم فيها قياما قياما أي تقوموا أموال أوضاعكم وفعامكم وشرابكم وتصرفاتكم في المجتمع تقوموا على المال فلا ينبغي أن تتركوا فردا من الأفراد يتلف المال أضرب لكم مثال كيف تؤثر أموال الفرد على المجتمع واحد عنده معمل يشتغل فيه ثلاثمائة عامل يعني ثلاثمائة أسرة تعيش من هذا المعمل هل يجوز أن نقول والله هذا كسر الماكينات أو بدي حرق نصف المعمل أو بندده نتركه معا له شيء حرية لا الإسلام ما في حرية نمنعه ونضع شخص يتصرف على المعمل ويشغله ويربح ويطعم هذا السفيه كما يأكل أمثاله من مثل حالي لقوله تعالى وارزقوهم فيها أي في أموالهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا عندما تحجر عليه حتى ما يتعقد ويصير مجرم في المجتمع تقول له قولا معروفا تقول له هذه حالة موقوطة وحافظ على أموالك ولا نأخذها أما ما صدر من التأميم بعض الأشخاص قالوا في الاشتراكية تؤمم أمواله عنده أموال كثيرة وإلى يستغلها بشكل صحيح تأميم الأموال يا إخواني يسبب فساد الاقتصاد فساد نهائي مرة من المرات عندما صار عندنا في سوريا التأميم حربت رؤوس الأموال كلها للخارج واحد من الأشخاص كان حاطة كزا مليون في شنطة أمامه في سيارة صغيرة وكان الخروج من سوريا إلى لبنان ممنوع أن تخرج بأكثر من مئة ليرة سوري وقفوا على الحدود هذا الشخص اللي أمامه شنطته قال الضابط والشرطي قال هذا جاري معه مئتين ليرة سوري يعني أكثر من مئة ليرة سوري هاتهم مدري إيش صادلوا لهن صار يسبوا وهذا وهذا مشوا بعدما قطعوا الحدود دخلوا لبنان قال له الله يخرب بيتك شون دعيش أنا قال له لا يهمك وأخذوا لك مئتين قال له يعني تقدر ترجعون راحوا قال له هاي ألف بدلون قال له لماذا عملت هذا قال أنا أموالي كلها كان بدي يسرقوها وسوئ أمموها قال أعطل برة وداخد على فرنسا وأسوي فيناك مع ماله لآخره خذ هاي أموالك يا أخي يأخذو لك مئتين اللي راح سمي يأخذو لي الملايين تبعي فالتأميم جعل الأموال تهرب خارجا أما الحجر على السفيه لا تخرج الأموال تضبط وتنمى ويستفيد منها المجتمع ويستفيد منها مالكها ثم إذا ثبت رجده تعود إليه فهناك طمأنينة اقتصادية مالية بالنسبة لأفراد المجتمع حتى ولو كان عندهم قصور في التصرف المالي ولا تؤتوا صدق الله العظيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم فيها معايشكم وارزقوهم فيها من أموالهم طعموهم وقولوا لهم قولا معروفا قولوا لهم نحن نحبكم ونحافظ على أموالكم ولكن مصلحتك تقتضي ذلك والمصلح العامة تقتضي ذلك حتى يطمئن نفسه والآية الكريمة أشارت إلى ضرورة الإحسان من الإنسان من الرجل إلى من يعوله من أولاده ومن نسائه ومن من تلزمه نفقتهم يشير الآية وارزقوهم فيها وكسوهم يعني يطعمهم ويسقيهم مثل ما يكلوا الناس بحد لا يوجد فيه إصراف ولا تبذير ثم تنتقل الآية إلى اليتامة وهم من الضعفاء يقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامة الابتلاء الاختبار يعني اختبروهم اختبروا اليتامة كيف يختبر اليتيم قبل البلوغ يدفع إليه مبلغة من المال ويقول له خد اشتغل فيه تجارة في كذا في حرف يشوف ما هي ميوله فيشتغل هذا الطفل اليتيم قبل البلوغ يبيع يشتري فإذا رأى تصرفاته المالية متزنة ولا يبدد أمواله عند ذلك يدفع إليه ماله وعندما يبلغ واليتيمة يدفع إليها وليها مبلغة من المال ويقول له البيت شوفي إيش محتاج خذيها المبلغ ودبر البيت شوفي محتاج إيش محتاج كذا طعام شراب فرش إلى آخره خذي شوفي تصرف يشتري فإذا رأى أنها تتصرف بحكمة وتعرف قيمة المال وتضع المال في مواضعه لتسعد نفسها عندما تبلغ يسلم إليها أمواله وابتلوا اليتامة يعني اختبروا حسن تصرفهم في أمواله حتى إذا بلغوا النكاحة فإن آنستم منهم رجدا الرشد يعني حسن التصرف المالي في أموالهم فإن آنستم فيهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها لا تأكل أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا إسرافا يعني تسرفونها وتضيعونها لمصالحكم وبدارا المبادرة السرعة يعني لا تسرعوا لأكل أموالهم قبل أن يبلغوا ويطلبوا أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف إذا كان من يقوم ويشرف على اليتيم من وليه ومن عمه من جده من أخو الأكبر أو وضع القاضي له وليا إذا كان غني لا يجوز يأخذ إجراء من مال اليتيم يتعفف يخدمه لله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قد يكون وليه اليتيم فقير واليتيم عنده مال وهو يخدمه فيشغل أمواله إذا يأكل من أمواله بالمعروف يعني بإجرة المثل لو كان واحد الذي يحط اليتيم مدير لأعماله يدير أعماله يبيع له ويشتري عنه كذا وإلى آخره كم يأخذ إجراء فيأخذ أقل الأجر فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم عند البلوغ كنت يدفعوا أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم يعني جيبوا شهود يشهدوا أنه دفعتوا الأموال كاملة وتحاسبونهم وتعرفونهم على أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا قد يظن البعض أنه إذا كان شاهدوا ظبط الأمور والحسابات وضحك على اليتيم يعني بيمشي الحال الله يهدده ويقول له وكفى بالله حسيبا يعني الأصل محاسبة الله إليك وخاف الله وأعطي اليتيم حقه مو الأصل تزبط الدفاتر الحسبة وتكون أكل الأموال فلكن إشهاد حتى لا ينكر اليتيم أنك أعطيته ما أعطيته ماله وتكون هناك مشاحة ومشاحنة ومشاكل بينك وبين اليتيم وحتى يبقى المحبة والمودة بينه وبين ابن أخوه اليتيم أو بينه وبين أخوه أو بينه وبين ابنه إلى آخرهم وأشهدوا إذا تبايعتم وعفوا وأشهدوا عليهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا محاسبا رؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحة مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين يعني ما تصير أمير أنت ما تصلح لا تأمرن على اثنين ولا تلين ما لا يتين اللي بدي يصير أمير بدي يكون شخصيته قوية ويفهم الأمور وما يلي نضحك عليه هذا بسوي حاله كذا بيأكل أموال الناس بالباطل باسم الأمير بيكون صاحي وعنده قوة إرادة ورجوله لا تأمرن على اثنين ولا تلين من الولاء والولاية ولا تلين مال يتيم لأنه الذي يلي مال يتيم إذا كان ضعيف يضيع له أمواله ولا يستطيع أن يعني يسددها ويعطيه إياه ويعطيه إياه كاملتها وإليكم قصة واقعة من نسبة لعم كان وصيا أوليا على أموال ابن أخيه العم فقير وأبن أخوه ولت من أبوه ومن أمه هذا اليتيم أموال كثيرة فالعم كان ولي على أموال يتيم صار شغل أموال يتيم وكثرت الأموال وأخذها له وكان يمن على من أخيه من عبط عمي ومسقيه مع أولاده عندما كبر اليتيم لم يعطيه ماله اليتيم لمح لعمه ما في فائدة صار العم على فراش الموت فدع ابن أخيه قال لي يا ابن أخيه اليتيم أنا عبا موت قال له إيه إيش أساوي أمر الله كلياتنا من الموت قال لي يا ابن أخيه أنا ظلمتك سامحني ما رد عليه قال لي يا ابن أخوي أنا عبا موت سامحني قال له يا الله لا سامحك على الأقل أخدت مالي كله وما عطيتني شي على الأقل خليني بسعر أولادك أموالي بدي أورتوه أولادك مني دي أورتوك على أساس أنه إني ورته منك يا أموالي عحسبني بسعر أولادك عطيني أورايتك مثلهم تأكلوا أموالي كله وبدأ سامحك قال الله لا سامحك قال له عبا موت قال ليش أسوي لك روح لعند ربك وقال له وخليه دبرك هذا ما ينسئل عند الله الدين يا إخواني برعاية حقوق الناس خاصة الضعفاء من الجثام والمساكين والنساء وليس الدين بلا يقول والله أنا بحب الله والنبي هذا كلام كل يدعي حبا لليلة وليلة لا تقرنهم بوصله فينبغي للمسلمين أن يحفظوا كتاب الله وأن يتدبروه وأن يمتثلوا أمر الله فيه حتى يكونوا ممن يطيع الله تبارك وتعالى ويحتكم إلى أمره وشرعه والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني ترجمة نانسي قنقر